يمشي محمد ماضي في أحد ممرات مدارس الإيواء مستنداً على عكازه متجهاً نحو أحد الفصول يبدأ محمد بعد ذلك بتجهيز نفسه من أجل البدء في علاج المرضى من النازحيد ومن ثم تجهيز الأدوية والعلاجات اللازمة لهم يعمل محمد طبيباً في مستشفى الرنتيسي للأطفال والطر لمغادرته بعد محاصرة المستشفى وإصابته فيه طلب مننا الجيش أن نغادر المستشفى بعدما حصلنا من ثلاث لخمس أيام وقالوا طلبوا مننا أن نتوجه على الجنوب وتوجهت على الجنوب لما أول ما وصلنا إلى المدرسة أجتنا فكرة أنا وأصحابي اللي كنا محاصرين بعض الفرنتيسي أن نكمل عملنا وما نوقف لحد أن نسير بس نازحين لا ضلينا وافتتحنا هنا نقطة طبية حجم انتشار الأمراض بين النازحين داخل مراكز الإيواء كبير وغير مسبوق نتيجة الاكتزاز وغياب النظافة وعدم توفر المياه الصالحة ويبقى المريض محظوظا إن وجد طبيبا ليعالجه وحتى لو صار أي كمان مضاعفات أو إيش بقوموا في الواجب أنا أجيت لأنه ابنك كان تعبان فيه السدر ويجعه وسخانة بالليل سخانته يعني درجة حرارة بترتفع كتير وأجيت أنا لجأت للدكتور والحمد لله قام بالواجب بين خيام النازحين توزعت عشرات المبادرات لإقامة نقاط طبية لعلاج المرضى في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة وعدم قدرة المستشفيات على التعامل مع الكم الكبير والهائل من المرضى الذين يتوافدون للمستشفيات يوميا محمد دور الغز قطاع غزة اشتركوا في القناة